طيب أنا أعرف أن النزيف حاد ومزمن وبرضه بنفكر المشاهدين دايما بنغير المفهوم بتاع كلمة حاد بالناس بالفكر حاد يعني شديد حاد يعني بيحصل فجأة والمزمن بقاله مدة طويلة إيه الأنواع اللي ممكن من الحاد والمزمن أن تستخدموها في الأشعة التدخلية لإيقافها هو زي ما قلت لحضرتك نزيف الشرايين في الأغلب جميع أنواع الحاد والمزمن إحنا بنقدر نستخدم فيها الأشعة التدخلية زي إيه دكتور كاري هقول لحادرتك زي إيه إحنا مثلا عندنا النزيف المزمن النزيف المزمن قد يكون بسيط زي مثلا نزيف الأورام اللي فيه وزي نزيف البواسير الشراجية هذا النزيف بيؤثر على حياة المريض لأنه هو بيجيب له يعني بيبقى هذا المريض بيعاني من أنيميا بيعاني من ضعف عام بيعاني من مشاكل كتيرة جدا الأنيميا وكل مشاكلها ده بيبقى مزمن المريض أنا فيه مرضى بيجي يقولي أنا بقالي 20 سنة بنزف فدي بتأثر على حياته بشكل كبير بيقولي أنا ما أقدرش أصلي غير لما أدخل أتأكد أن ما فيش دم في التوالدة عشان خاطر أقدر أعمل فدي بتأثر بشكل كبير جدا على حياته بغض النظر عن الكمية لأنه في الأغلب النزيف المزمن ما بيبقاش كميته كبيرة النزيف الحاد ده اللي هو زي ما سعدتك اتفضلت وقلت بيحصل فجأة ده فيه نوعين على حسب الكمية ممكن يبقى كميته جديدة جدا زي مثلا نزيف ما بعد الولادة أو نزيف سوق بقرحة المعدة ده ممكن أنه هو دولي المريء مشهور جدا جميل أو دولي المريء وده بيبقى نزيف قد يودي بحياة المريض أصلا لأنه هو بيبقى نزيف حاد وشديد النزيف الحاد البسيط زي مثلا الكحة الدموية أو زي الرشح الأنفي النازف أو هذا الكلام الرعاف بالزبط الرعاف بالزبط كده يا فندم الرعاف ده برضو أصبح عنده علاج وتدخل بالأشعة التدخلية احنا تقريبا كل أنواع النزيف في الأشعة التدخلية بتقدر أنها تعالج ممتاز ممتاز طيب إمتى تقول أن ما لكش دور في النزيف هقول له حضرتك إمتى ما ليش دور في النزيف لو أول حاجة بنعملها أن لازم أي مريض يراجع جميع ما عمله وجميع أشعاته مراجعة دقيقة جدا حتى لو كان حاد وشديد بمعنى أن من أهم أسباب النزيف هو السيولة أن ممكن يبقى فيه مشاكل في الدم مرضى زيادة سيولة الدم دولا في الأغلب بيبقى بينزف من الأخشية المخاطية ما فيش شريان معين بينزف أنا أقدر أقفلهوله يعني زي مع حضرتك تفضلت وقلت مثلا حاجة زي الرعاف أو النزيف الشرجي ممكن يبقى عيان مثلا مركب دعامة في القلب فبياخد أدوية سيولة ومش متابع تحليل فالسيولة عالية جدا فبيبدأ ينزف من مناطق كتيرة جدا في جسمه ده ما ينفعش أنه ييجي على طول على طبيب الأشعار التدخلية أنه أنا أروح أعمله أسطرة وأخش أشوف أنا بدور عليه لازم الأول هعمل تحليل اللي هي اللي إحنا بنسامل البيتي والآن آر ومرضى نقص الصفايح الدموية مرضى الهيموفيليا الكلام ده كله ممكن جدا أنه ده يكون السبب الأساسي في النزيف وأنه يبقى محتاج علاج دوائي أو تصبيت أنه هو بس يزبط السيولة بتاعته وما فيش أي حاجة تانية أنا معدوش شريان محدد هتدخل عليه والمرضى دولم أنا لو دخلت في الشرعين مثلا بتاعت الأنف أو دخلت في شريان الشرج مثلا وحقنت أنا ما بلاقيش حاجة بتنزف فبخرج زي ما دخلت زي ما بخرج وبالتالي المراجعة الدقيقة لمعامل المريض والحاجات دي لازم أن نعملها كويس قوي قبل ما ندخل من الحاجات التانية اللي ممكن ما بندخلش ميها مثلا ممكن يبقى النزيف ده ناتج عن جلطة رئوية يبقى لازم الأول استبعد وجود ده لو عنده قحة دموية دي برضو هيبقى يعني في الأغلب طيب إحنا يهمين قوي الجهاز الهضمي وإحنا بلد برضو كان فيها بالهارسيا وفيها فيروس سي ومشاكل الليفر الكبد وتليفه فالأنزيفة اللي بتيجي من الجهاز الهضمي دوركو فيها إيه؟ هو طبعا زي ما ساعدتك عارف الجهاز الهضمي نزيف الجهاز الهضمي بينقسم لنوعين نزيف الجهاز الهضمي العلوي اللي وقي الدموي ونزيف الجهاز الهضمي السفلي اللي هو نزيف الشرجي النزيف العلوي طبعا من أهم أسبابه دوالي المريء دوالي المريء ده نتجة عن زيادة ضغط الوريد البابي ده بقى ما بيبقاش ناس في شرياني فده بيبقى ليه علاج عندنا وهو ما بنسميه تيبس أو الوصلات بنوصل الوريد البابي بوريد الأجوف السفلي بحيث أن احنا نوطي ضغط الوريد البابي فالضغط العالي قوي اللي بيسبب هذا النزيف بيقل فالنزيف بيروح الأسباب الشريانية بقى للنزيف الجهاز الهضمي العلوي قرحة المعدة قرحة المعدة إذا نزفت النزيف بتاعها في الأغلب بيكون حاد وشديد وده من أسهل الحاجات الأشعة تدخلية بتقدر تعالجها دي عمالية ما بتاخدش حوالي عشر دقايق أن احنا بندخل على الشريان المغزي للقرحة وبحط في حلزوم معدني دقيق جدا بيقفلي هذا النزيف تماما بمنتهى السهولة وبمنتهى اليسرى وبمنتهى الأمام الضغط الزمان ممكن يضيع الحياة ممكن أن يضيع الحياة بالزبط كده من الأسباب الأخرى برضو الأورام يعني فيه أورام كتيرة زي أورام المعدة ممكن أنها تصاحبها نزيف وكذلك الوحمات الدموية والعيوب الخلقية في المعدة فدول برضو احنا بنقفلهم عن طريق ما يسمى بالحبيبات الدقيقة دي حبيبات بتبقى الواحدة عشر ميلي تقريبا بتتقاس بالمايكرونس وبنحقن كمية كده زي الباودر وبنحقنها بحيث أنها تملى الجدار بتاع الورم من الداخل فما ينزفش تاني أما بالنسبة للنزيف الجهاز الهضمي السفلي فطبعا له أسباب كتيرة منها الأورام ومنها برضو الوحمات الدموية والعيوب الخلقية ومن أهم أسبابها البواسير نركز بقى البواسير لأنها منتشرة منتشرة جدا